اهلا بكم الى موجز اخبار الان قام ثوار مدينة ادلب بازالة الشعارات التي كتبها افراد هيئة تحرير الشام واستبدلوها بعبارات الثورة مستمرة وجاب عدد من عناصر هيئة تحرير الشام شوارع ادلب ونادوا بتطبيق الشرع على حد زعمهم حيث قاموا باعمال تخريبية لدوار الساعة الذي تم بنائه منذ فترة قصيرة افادت مصادر عسكرية عراقية بان قوات مكافحة الارهاد تستعد خلال الساعات القليلة المقبلة لاقتحام جامع نور الكبير ومنارة الحدباء مراسل اخبار الان نقل عن المصادر العسكرية العراقية قولها ان قوات مكافحة الارهاب باتت على بعد مسافة تقل عن 150 مترا من جامع نور الكبير بدأت اليوم في جنوب المجر محاكمة عشرة بلغاريين ومواطن افغاني بقضية مقتل 71 مهاجرا توفو نتيجة الاختناق في حاوية مبردة في اغسطس اب عام 2015 وكانت السلطات قد عثرت على جثث الضحايا في الحاوية على طريق سريع وجميعهم من سوريا والعراق وافغانستان عرضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي قانونها لخروج المملكة المتحدة من تشريعات الاتحاد الاوروبي وذلك في خطاب تلته الملكة اليزابيث الثانية امام البرلمان وسيفتح الخطاب عدة ايام من النقاشات البرلمانية قبل تصويتا على الثقة يرتقب ان يتم في 29 من يونيو حزيران القادم عقد وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسن ونظره الصيني يانج جايشي اجتماعا في العاصمة الامريكية واشنطن التي ترغب في ان تمارس بكين مزيدا من الضغوط على نظام بيونج يانج وحضر الاجتماع في مقر وزارة الخارجية رئيس اركان الجيش الصيني ووزير الدفاع الامريكي وهو امر يعتبر نادرا ذكرت وكالة انباء روسية ان طائرة تابعة لحلف شمال الاطلس حاولت الاقتراب من طائرة وزير الدفاع الروسي فوق بحر البلطيق واضافت الوكالة ان مقاتلة روسية سرعت الى التدخل وطاردت طائرة النيتو وتأتي الحادثة بعد يوم من اعتراض مقاتلة روسية قاذفة امريكية فوق بحر البلطيق ايضا تعرضت اجزاء من اوروبا لموجة حر شديدة هي الاقصى في فرنسا منذ عام 2005 في وقت تستعد لندن لاعلى درجات حرارة تسجل في يونيو حزيران منذ عام 1976 واقل مسؤولون في المنظمة العالمية للارصاد الجوية انه يتعين على دول العالم الاستعداد لاستقبال المزيد من الموجات الحرة خلال هذا العام نهاية الموجز الى اللقاء موسيقى